أدوار كثيرة ما ذكرته أخي الكريم مهم جدا وهو من أدوار التقليدية والحديثة للمترجم أن نثل المكتب العربية بما تزغر به المكاتب الأخرى في تخصصي مثلا اللغة الإنجليزية أبحث دائما وأنقب عن ما ينتجه الآخر باللغة الإنجليزية لنقله إلى العربية إطراعا لمكتبتنا جميل جدا في ترجمة بعد الكتب ولا في ترجمة حتى بعد المجلدات يمكن في بعض الأحيان تدخل تقافة المترجم هل يتم الترجمة الحرفية التي هي خاطئة نظن أن الترجمة حرفها بحرف خاطئة كيف تأثر تقافتك على ترجمة المضامين ومحتويات الكتب أتحفظ على طرحكم بأن الترجمة الحرفية خاطئة هي الترجمة الحرفية مظلومة جدا الترجمة الحرفية هي أول خطوة نحو الترجمة يجب أن ينتهج المترجم الحرف المعاني كما وردت ثم بعد ذلك يمكن أن يلجأ إلى تحسين الصياغة لكن ترجمة حرفية هي أول خطوة وهي ناجحة في كثير من الحالات هي مظلومة فقط لأننا نريد أن ننتج نصوصا سلسة وطبيعية جدا إلى درجة الإبداع إلى درجة أن تتفوق على الأصل لذلك نقول أن الترجمة الحرفية خاطئة لكن هي ليست خاطئة هي الخطوة الأولى نبدأ بها ثم نحسن الصياغة لإنتاج نصوص تجد القبول لدى المتلقي طيب عمار قوسميا نذكره فقط بأنك من الناس ربما لأبدعوا في هذا المجال كونك أنك فيست في جائزة ترجمة للعرب سنة 2020 فأنك باللغة العربية مع الناس اللي ربما يتكلموا لغة عربية كل يوم الفصحة أخينا أقولوا كل يوم فاستعليهم حقا ما شكال الفارق هنا الفارق هو الشغف وحبك لما تمارسه نحن لا نمارس فقط لأنها مهنتنا أو لأنها مصدر رزق نحن نمارسها من منطلق شغفنا بها حبنا لما نقوم به رغبتنا في خدمة اللغة العربية وفرضها وتعميم استعمالها هذه اللغة التي كانت في وقت ما هي المغدق على لغات العالم الأخرى يأخذون منها المصطلح أنهم يترجموها اللغات على رأسها اللاتينية بالفعل خاصة المصطلح العلمي عندما ظهرت الحضارة الإسلامية وكان لسانها عربيا أنذاك كانت اللغات الأخرى تأخذ المصطلح العلمي من العربية في اليوم وفي وقتنا الراهن قد يقول قائل أنها غير قادرة على الإحاطة بالمفاهيم المستجدة والجديدة أقول له أن التقصير مننا نحن المستعملين لهذه اللغة ليس القصور في اللغة العربية يمكنها أن تعبر على كل مفاهيم حتى وإن لم يوجد المصطلح هناك أريات لاستحداثه وحتى إن لم نستطع استحداثه يمكننا أن نعطي لكلمة موجودة سابقا معنا جديد مجازيا يدخل في سياق المعنى المفهوم المستحدة طيب طيب كذلك كانت فيها جائزة رئيسة الجمهورية مؤخرا المبدأ عن الشباب نعم العام الماضي في فئة النص المصرح المكتوب رغم أن المصرح ليس تخصصي لكنني ملعن به وأكون نفسي فيه وحتى عندما كتبت نصا فيه لم أستطع تخلص من تخصص الترجمة فكتبته بشأن الترجمة واللغة العربية وعنوانته موت المترجم وليس هناك مترجم من مات في النص وإنما هو عنوان لجذب القارئ ينتصر النص أساسا للمترجم والترجمة